تصعيد جديد سيذهب نحو مديات أبعد إذا ما قررت على سبيل المثال الولايات المتحدة الدخول بشكل مباشر وعلني على مستوى العمليات وعلى مستوى التخطيط والتعبئة والدعم والقضايا الأخرى التي تتعلق بالحرف في غزة وبصرف النظر عن الدافع من وراء هذا القصف فإن استهداف قواعد للتحالف هي موجودة بالاتفاق مع الحكومة العراقية تراه جهات محلية بأنه يمثل خروجا عن سلطة الدولة يضع الجهات الرسمية بحرج يستدعي التحرك العاجل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع فهذا العمل أعتقد لا يصف في مصرحة عراق وسهي يحرج حكومة محمد الجهة السوداني ونحن الآن في بداية خروجنا من الأزمة هذه القوات أو المناطق التي تقصفوها المعسكرات التي تقولون أنها معسكرات أمريكية جاءت بموافقة العراق ولا تخفي إيران وأضرعها في العراق تهديداتها ووعيدها لقوات التحالف الدولي بالاستهداف العلني ما يشكل تحديا واضحا لسلطة الدولة العراقية وسطوتها على كافة المفاصل الأمنية وتربط الجماعات المسلحة العراقية تصعيد الأخير ضد القوات الأمريكية بالحرب المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة في المقابل توعدت وزارة الدفاع الأمريكية برد صارم على الجهات التي تستهدف قواتها في العراق والمنطقة لينذر ذلك بعودة التوتر مع قوات التحالف التي تنتشر في أكثر من مدينة عراقية وفي إطار الحرب المستعرة في قطاع غزة فإن العراقيين ورغم التضامن واسع النطاق مع الفلسطينيين إلا أنهم يبحثون عن إدامة الأمن والاستقرار في وطن أتعبته الحرب على الإرهاب من الموصر محمود الجماسة قناة التغيير